السلام عليكم شباب معكم علي وتاكو جيمر اليوم جعنا لكم بمقطع جديد عن حسب طلب المتابعين اللي هي سلسلة الفريق ضد فريق طبعا اقضت هدول الكومنتين اللي شايفينه قدامكم على الشاشة طبعا المقطع الماضي وانا عم بمنتج المقطع نسيت حط الكومنت المهم مثل ما كم شايفين هلأ هذا الكومنت الاول وهذا الكومنت تاني طلووا مني سوي حكام الدمار ضد السينز فلانو شفت كتير متكرر الطالق فعلت يلا حسوي هذا الفيديو لايك واشتراك بالقناة يا اسطورة لا تصلي على النبي وتدعو لأخواننا بفلسطين ويلا نختار طبعا انا مشامل انو ذاك المقطع عبت بالسينز هذا المقطع حلعب بحكام الدمار فيلا لاتس جو اختار اول شي بيروس اختار مثلا بعده هناك يا تشامبا اخو تشامبا اوكي اختار هذا الثعلب انا بختار على الشكل الشكل اللي عجبني بختاره مثلا عنكن ما بعض في حكام دمار هون شكلون غريب هاتشكلوا بايخ او بالمود هذا اسطوري ونختار هذا الفار هدول هن حكام دمار رهيبين الصراحة فيلا نختار هلا السينز طبعا السينز سونجو كودا بس هختاره بالالترا استنج يكون اقوى تحول الو يلا لاتس جو طيب نختار ابنه سونجو هام باقوى تحول الو وطبعا في جدة باقوى تحول الو طبعا عنا اه اللي هو السايا جين ما بعض في مين فيه كمان سايا جين خلينا نختار هيك برولي مثلا ازا موجود ما ادري شكله برولي مو موجود يا اخوان لا عليكم برولي وش هذا التحول ما في عندك شكل تاني يا برولي ولا هو شكلك الوحيد هو هذا شكل الشكل الوحيد اللي عنده برولي اوكي اوكي هذا هي مجموعة يلا لاتس جو خلونا نبدأ بتحمس التجربة يلا لاتس جو هاي بيروس خلي نشوف من الفائل سيكون السينز ام حكام الدمار حكام الدمار مفروض انه يكونوا اقوى بك اقوى بكثير من هذول هاي هاي ولا خذ يلا شو هاي ضربة سانية سانية حتى نشوف ضربتك الثانية بيروس يبني عطينا فرصة لا السينز دول مشكلة ازا صاروا ياخذوا وجه ايوه هاي ضربة كاني بعرفها ضربة فريزا اوكي وحاكم دمار مو مضبطين الصراحة اللي يمساوي المود لا لا سن خلوة يلا هو هاي ضربت ااا اللي نوجودة بزينة بورس نفسها ايوه لا 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 خذ يلا يا ابني غوكودا لا لا هادا هعمل لي كا لا 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 خذ او دمرت الكوكب يا بيروس تا 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 اخوات خذ هاي ضربة ضربة فريزا بسمع هي اسفية فعلا ضربة فريزا يا اخوان عرفيا نفس ضربة فريزا تم انهاء اول سينزي في الله الثاني هلو في جيتا نجيب لك حاكم دمار ثاني اوه تشامبا خلينا شوف كيف حركات تشامبا يا جيتا ايش قاعد تسوي ووو يخذ يلا ابلع شو هاي اوه احسن من بيروس اول حركة خلينا شوف الثانية هي شو هاي نفس تبع بيروس ليش يا اخوان هاي تا تفريزا حاطيناك الحكام الدمار ولا ايش بتا نشوف الآلتمت اتاعك خذ يلا حكاي عملنا لك احلى حكاي مسحناك فيها يا في جيتا والله صراحة يسا ينزع تبقوا رضع يفينا على حكام الدمار ايش هذا قوتن يلا حاكم الدمار اللي بعده اوه هذا الثعلب اوه خلينا شوف كيف ضربات الثعلب هذا لتس قو ايش هذا ضربة جاننبا اوكي سالكو يا اخوان اوكي فيها اضافة على الضربة يلا خلينا شوف شو الضربة اوه حلو 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 خلينا شوف هو اللي يعطيك تقييم النهائي انت يا حاكم الدمار يلا لاتس جو شو هاي الضربة اوه حكاي شكرا كل حكام الدمار عندهم نفس الضربة حكاي شن اوه احلى حكاي بلعا قوتن وصل برولي يلا مبدل الحاكم الدمار اللي بعده اللي حيهزم برولي بالمود تعال اوه ول ول هيك استقبلتنا يا برولي واتهل ايش فيه بلاش يلطش فيه كفوف لا يشبع هل 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 بالمود برولي اقوى منك بذ عطي طي اوه هتنشوف ضرب نفس بايد حكام الدمار هاكاي صح يب هاكاي لا يبرولي اضرب كفوف يلا كاف يمين كاف يسار كاف يمين كاف يسار يلا لاتس جو هتنشوف ضربة بالمود الثانيو ايوه اوه رهيبة تعطى انعطيك هكاي يا برولي نمسح حكم الوجود هذا برولي بعين تو قوي فخذ هكاي لاتس جو كاف يا والله بالمود مسح ولا برولي مسح يلا بقين اخر حاكم دمار واخر سينزي مين اخر حاكم دمار كون اوه هذا الفار هذا كريه بس يلا مو مشكلة يلا لاتس جو شوى ضربه طيب حاكم الدمار كله نسخ لصق من بعض يا اخوان ما في فرق بس الشكل ايوه خلينا شو ايوه يلا لاتس جو ايوه هك هاي على طريقتك والمغيرين نهاية تاعة جوكو والله رهيبة يا اخوان اوه هم يا شباب صنع نهاية المقطع تمنى يكون المقطع عجبكم وكتبوا انا افكار تانية تحت بالكومنتات وتل ما كم شايفين عم يسوي الافكار اللي عم تعطوني اياها بس باخدها فكرة فكرة يعني انتو عم تكتبوا لي افكار جدا كثيرة صعب ساوية كلها انتو كلكم عم تقول لي ساوية بكرة ساوية بكرة عفتوا كيف انتو اكتوب الفكرة وانا بتلقوني راجعت الكومنتات وشفت شو الافكار وبتلقين ساويت لحالي مقطع وما في داعي للتعليقات وفي ناس بتقول لي انتو خيبت املي مثل دول تعت ناس المقطع يسألني ليه يا طيب انا ازا رديت على كل اسئلتكم يا اخوان بكل بساطة يعني المقطع يطلع مدة ساعة ساعتين وانا يعني عندي وقت لتسجيل مقاطع ثانية فبتمنى منكم تقدير التعب بس لالناس اللي بتكتب هيك كمان بس كمان يعني بدي الناس اللي مو مقدرة تقدر بس انا عم بشرح لهم شكرا للكم مع السلامة